عما عن فريق الكرة الطيرة سيدات بنيدي الزمالك فرجع للتدريبات الجمعية النهاردة وده بعد الأجازة الإسبوعية اللي منحها الجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد فتحي للعبات فريق مكتمل صفوف الصفقات الجديدة بتشارك في التدريبات بمونتها الجدية والحماس في مفاجأة بقى هيتم الإعلان عنها خلال ساعة بخصوص ضم اللاعباتين محترفتين على أعلى مستوى ده بجانب طبعا الصفقات السوبر اللي ضمها الفريق استعدادة للموسم الجديد كنا دايما بنتكلم في فكرة أنه الفرق محتاجة دعم محتاجة صفقات محتاجة كل الكلام ده كان يمكن في السنين اللي فاتت بالراكز أكتر على فكرة دعم فرق الرجال فقط ولما نيجي ما ندعمش السيدات فبعد كده بتلاقي أن الناس طلعة بتقول طب يعني هيدي نتائج اللي فرق السيدات عاملها طب هو ينفع يعني احنا نبقى مشاركين في بطلوات واخدير رابع وسابع وتامن وتسع والكلام ده لأ فالنسبة ده يعني طبعا القائم على ملف الصلاة لأستاذ أحمد مرتضى الناس بدأت أن هي تقرر أنه لأ طب احنا هنركز في الجانبين جانب السيدات وجانب الرجال فده فتم الدعم في فرق السيدات بالكامل صفقات محترمة جدا وفي فرق الرجال لو تتكلم على فرق السيدات كان فيه دعم مش مجرد لعبات بنجيبها من عندها بسيطة أو الكلام ده لأ انت بتجيب لعبات منتخب يعني كنت جايب مثلا حوالي ستة أو سبع لعبات من الندي المنفس ومش بس فكرة أنهما من ندي المنفس مش هو مش ده التارجد بتاعنا لأ الفكرة أنهما قوان منتخب مصر ده بالنسبة للفولي باسكت نفس الحكاية الهندبول نفس الحكاية لعبات محترفات سواء في الهندبول في الباسكت والفولي بالتأكيد زي ما بقولها لحضراتكم هيتم الإعلان عن صفكتين محترفتين سوبر كمان الموضوع ما اكتصارش على اللاعبات احنا بنسترجع مع بعض كده اللي احنا بنقوله من شهر ستة يعني حد النهارة اللي هو الدعم والصفقات واللي كانوا معصابهم زيوفنا هنا في البرنامج الصفقات اللي بيتم التدعيم بيه عشان نعرف الناس بيهم الجماهير بيهم ونعرف الناس بالشغل اللي الإدارة بتعمله أو طبعا الإدارة بالكامل برئاسة المستشار مرتضى نصور وكمان القائم على الملف الأستاذ أحمد مرتضى نصور فالموضوع ما كانش بدء من السنة دي بس لأ كان فيه كمان من السنة اللي فاتت لما كنا مخلصين الأدوار الترتيبية وإحنا تقريبا نحتمل ما نتأهلش للنهائيات ونخرج من دور التمانية خلاص لأ الراجل كان ممكن يقول والله أنا مليش دعوة وكلام ده أنا قلته بدل المرة ألف وبقرره تاني كان ممكن التصرف وقتها من قبل أحمد مرتضى حفظ الألقاب إنه يقول والله أنا مليش دعوة يعني نبدأ الموسم الجديد أنا خلاص ده موسم أنا يعني ما عملتش فيه حاجة بالحلو والوحش أنا مليش دعوة وخلاص يخلص وبعدين نبدأ من الموسم الجديد ولكن الراجل قال لك لأ دعم بيوسيفاني هرنانديز وجواو فريرا اللي كان مع الفريق طبعا الموسم اللي فات يمكن يوسيفاني استمر وجواو تم استبداله بأنجياس فييانا فالمفروض إن كان فيه تدعيم من قبل الإدارة ابتداءا زي ما قلت كنا هنخرج من الأدوار الترتبية حتى لا نتأهلش الأدوار النهائية يوسيفاني جه على آخر مباريات في سموحة وبعدين جواو ودخلنا على وردو هيكل وبعدين كل دول جول التلاتة دول جم فواء إحنا كنا خلاص يعني بنودع الموسم كده وفيه استسلام واحتمال كبير جدا إن احنا نخرج من غير بطولات ولكن الناس جم وتم التدعيم بيهم وتم الفوز بالدوري والكاس يعني عايز أقول إنها كان في موسم استثنائي السنائية دي إحنا ما حقناش السنائية مش الدوري بس ولا الكاس بس ما حقناش السنائية دي من سنة 89 فتم التدعيم والراجل بدأ إنه هو يكمل على نفس الشغل الموسم ده كابتن شريف الشميرلي مدير فني للفولي ماتيو جرالدا مدير فني للهندبول كابتن أحمد مرعي مدير فني للسلة لو تفرقت طبعا كل الناس عارفة مين كابتن شريف الشميرلي وكل الناس عارفة مين كابتن أحمد مرعي اللي هم يعني حد سوال حرج أسماء عظيمة جدا 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 في عالم التدريب وليهم سيفي محترم سواء على مسؤال المنتخبات أو الأندية لكن لو متكلم على الماتيو جرالدا اللي تم اختياره بدقة شديدة واللي تم اختياره ما بين كذا سيفي ولكن الناس اختاروا السيفي الأقوى وتعالى بقى ده فرق الرجال وتعالى الفرق السيدات عندك تم التدعيم بكابتن عمرو عشور في البسكت كابتن أحمد فتحي في الفولي كابتن أسم إبراهيم في اليد كل الناس أسماء كبيرة وكل الناس عاملين يعني كابتن أحمد فتحي مدر منتخب كابتن أسم إبراهيم كسبان الدوري مع نادي الشمس كابتن أحمد عشور الراجل ليبع طويل جدا مع أندية سبورتينج وأندية كتيرة جدا 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 وكمان اشتغل منتخبات فالنهار ده كان فيه عناية وضقة في اختيار كل الأجهزة الفنية وكل السفقات الجديدة وكل المحترفين كل التوفيق طبعا لها كل فرق الصلاة اللي الإدارة دعمتهم بشكل كبير جدا 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 علشان إن شاء الله يفوزوا بكل البطولات السنة دي بإذن الله ويعملوا موسم أروع كمان من السنة اللي فاتت مع نهاية الموسم وكمان الجماهير تفرح اللي هو بيكون تارجة الإدارة واللعيبة والأجهزة الفنية إن هم عايزين يفرحوا الجماهير اللي قاعدة مستنية ومتشوقة بشكل كبير للفوز الكلام ده قلناه كثير جدا وبنقوله كنوع من الاسترجاع مع بعض كده لكل الحاصل إحنا شغالين وردي عن ملف ده من شهر 6 اللي فات بنعرف الناس على الصفقات الجديدة بنخليهم إنهم يتكلموا يعرفوا الناس بيهم أكتر يعرفوا الناس هو تم التعاقد معهم إزاي ومن قبل مين والتعاقد كان معقد ولا لأ كان سهل جدا أستاذ أحباد مرتضى خد وقت معهم قد إيه في التعاقد والإدارة بالكامل إنه الدنيا والناس بقى يعني جماهير تبقى عرفاهم كمان مين هو الصفقات دي بيتكلم إزاي جاي يعمل إيه مع النادي طبوحه إيه مع النادي الكلام ده إحنا من شهر 6 بنتكلم فيه لحد النهاردة من صفقات ومن أجهزة فنية تقريبا استضافنا كل الناس يعني متبقي محترف الباسكت ومتبقي محترف الهنبول اللي هم عندهم ارتباطات فهم دول الاتنين الوحيدين اللي لسه بس ما حلفناش الحظ أنهم يجوا أكيد جامس بوركر لما هيرجع هيكون معنا وطام هلواي هيكون معنا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن والمحترفتين الجودات بتوع الفالي الدول هيكونوا معنا محترفة الهنبول جبناها بقي محترفة الباسكت إحنا شغالين إن كل الناس اللي جوم نادي الزمالك يجوا ونعرف حضراتكم عليهم ونعرف التفاصيل التعاقد معهم جات إزاي وخدت وقت من قبل الإدارة والناس عملوا إيه علشان الناس دي تبقى موجودة